الجواب الهداية أعزائي على قسمه النوع الأول من الهداية هي الهداية التشريعية النوع الثاني أعزائي من الهداية هي الهداية التكوينية وقد اصطلح على القسم الأول من الهداية وهي الهداية التشريعية بإراءة الطريق واصطلح على النوع الثاني من الهداية بماذا بالإيصال إلى المطلوب أبين الفرق بناتهم أعزائي السؤال ما الفرق بين الهداية التشريعية والتكوينية الجواب في الهداية التشريعية يمكن أن تهدي الشخص وتريه الطريق ولكن قد يعمل وقد ماذا وقد لا يعمل ممكن أو غير ممكن نعم نعم هداك الطريق الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ألست تقول اهدنا الصراط المستقيم اللهم بعذ لك الأنبياء والأولياء والأوصياء وكلهم والقرآن وهداك الصراط المستقيم قد تعمل وقد ماذا وقد لا تعمل التفيدوا جيدا هذه واحدة من خصائصها أنه قد يقع وقد ماذا لا يقع يعني قد يتحقق وقد يتخلف أما تعالوا إلى النوع الثاني من الهداية وهي الهداية التكوينية هذه غير قابلة للتخلف ولهذا الهداية التكوينية لا تختلف ولا تتخلف والشاهد على ذلك أنتوا انظروا غير الإنسان حتى الإنسان طبعا انظروا غير الإنسان من الموجودات حيوانات نباتات بيني وبين الله أبدا لا تخطئوا طريقها التكويني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إذا حملناه على الهداية التكوينية هل تخطئ النباتات في طريقها للوصول إلى كمالها أو لا تخطئ لا الجمادات لا الحيوانات لا الإنسان أيضا لا يخطئ هسا كيف لا يخطئ ذاك بحث آخر يعني بعبارة أخرى أن الهداية التكوينية غير قابلة للتخلف هذا الفرق الأول الفرق الثاني أعزائي خلوا ذهنكم يمين الفرق الثاني أن الهداية التكوينية الهداية التشريعية قابلة للضلال أن تظل الطريق مو أن لا تعمل به مرة يقول لك صلي وأنت ماذا ها تقول أعاند لا أصلي هذا تخلف ومرة يقول لك صلي ها ولكنه بدل أن تصلي مسبل اليدين تصلي ماذا ها مكتوف اليدين هذا الظلال هذا هذا مو عناد هذا 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 اللي هو من يريد يصلي يصلي ولكن هو يريد أن يصلي ولكن ظل ماذا ظل الطريق إذن في الهداية التشريعية قابلة للإضلال أو للضلال أما في الهداية التكوينية ها غير قابلة إلا أن يقال خلوا ذهنكم يومي في الهداية التكوينية قابلة للإضلال من حيث المصداق وإلا الأصل موجود يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما دام صارت فطرية يعني صارت ماذا تكوينية لو تشريعية ماذا قلنا فيما سبق الفطرية ما هي هي التكوينية ولكن في الإنسان تسمى فطرية القرآن صريح فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا ضمن السنن الإلهية ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحوله نعم قد يستطيع البعض أن ماذا يضلك في المصداق يقول هذا هو التوحيد مع أن هذا ليس توحيد هو شرك أنت تتصوره ما هو ها توحيد يعني أنت تؤمن بالله وتوحد ولكن تؤمن بالوحدة العددية مع أن الله وحدته ماذا ليست عددية هذا ضلال في المصداق وليس ضلال في أصل الفطرة ولذا القرآن الكريم صريح يقول لا تبديل لخلق الله لا يمكن لأحد ماذا نعم يمكن أن تغطيها بالتراب أم يدسها في التراب بل ممكن هذا ولكنها قابلة للتبديل أو غير قابلة للتبديل غير قابلة ما هي الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق؟ ما هي الهداية التكوينية بمعنى الإيصال إلى المطلوبة؟ مرارا ذكرنا إلى أعزاء هذا البحث بإمكانهم أن يراجعوا أعزائي في اللباب الجزء عفوا في اللباب في تفسير الكتاب سورة الحمد صفحة ثلاثمائة وتسعة وأربعين وثلاثمائة وخمسين هناك أعزائي بينا أعزائي كاملة هذا البحث معنى إراءة الطريق كما أنه مثاله العرفي أنت الآن واقف هنا افترضوا في الميدان أحد يسألك الطريق إلى الحرم ما هو تقول تذهب من فلان إلى فلان إلى فلان تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الحرم هذا الإنسان قاصد أن يذهب إلى الحرم ولكنه قد يصل إلى الحرم وقد يظل ماذا؟ يظل الطريق يصل أو لا يصل؟ لا يصل وهذه خصوصية الهداية التشريعية قابلة للتخلف أن لا يذهب أصلا للحرم وإذا ذهب إلى الحرم قد يصل وقد ماذا؟ وقد لا يصل إذا ظل الطريق إذا لم يذهب على الطريق المستقيم أما شخص آخر يأتي ويسألك عن الطريق إلى الحرم وهو دليل ناصح أمين عارف دليل ناصح أمين عارف يقول أنت ما تستطيع يأخذ بيدك ويوصلك إلى ماذا؟ إلى الحرم هنا يحصل تخلف أو لا يحصل بعد تخلف نعم تستطيع أن لا تذهب أنت ولكن هذا بعد أي؟ هذا مرتبط أما إذا نويت الذهاب بعد يحصل التخلف أو لا يحصل التخلف؟ لا يحصل التخلف يحصل الظلال أو لا يحصل الظلال؟ يحصل أو لا يحصل؟ لا يحصل الظلال وهذا معنى قولهم أن إراءة الطريق أن إراءة الطريق قابلة للتخلف وقابلة للضلال أما الإيصال إلى المطلوب لا قابلة للتبدل والتخلف ولا قابلة ماذا؟ لشيء خاصة إذا كان ذاك الذي يأخذ بيدك ما هو؟ إماماً عادلاً أميناً ناصحاً عالماً إلى آخرين واضح صار هذا